علاقة جوجل وسامسونج هي الأغرب هي مو بس الأغرب هي الأكثر تعقيداً هم يكرهم بعض بس مضطرين يشتغلون مع بعض ومضطرين يوررون الناس أنهم يحبون بعض لكن في شيء يصار جديد جوجل بدأت محاولاً تقتل كل شيء يميز سامسونج إيش القصة؟ ليش؟ وإيش الأسباب؟ هذي اللي راح يتكلم عنها بهذه الحلقة ومرحباً لدهم ببداية الحلقة قبل كل شيء لازم نتفقد أن كل شركة أكيد راح تنظر بنهاية الأمر لمصلحتها لمصلحت الشركة فقط ما راح تشوف حتى مصلحت شركائها ومصلحت جوجل وسامسونج تقاطعت فيها وقات كثيرة خلال السنوات الماضية مثلاً لما سامسونج يرتفع ضموحها وتسوي نظام مثل تايزن للجوالات وبعدين طلعتها للساعات ولما سامسونج تطلع تطبيقاتها الخاصة اللي هي تنافس جوجل وخدمات جوجل فأكيد أن كل هذا بوجهة نظر جوجل شيء سيء وبوجهة نظر جوجل ممكن يكون يهددها لأنه لو الود ود جوجل فودها أن كل الشركات تستخدم تطبيقاتها وخدماتها ضمن نظامها أندرويد على أساس هي تكون المستفيد الوحيد بواقع الأمر سامسونج حققت المستحيل قدرت تنجح بنواحي ما نجحت فيها جوجل مثلاً صممت تايزن اللي صحيح كانت تستخدم الجوالات لكنها تراجعت بعدين لأن جوجل بذلك الوقت منعتها على أساس ما تخسر أندرويد تستخدمين تايزن؟ ترى هذا يتعارض مع جهازة أندرويد ولهذا في ذلك الوقت سامسونج حولت نظام تايزن للساعات والأجهزة الأخرى وين حققت المستحيل؟ بأنها نجحت نجاح كبير جداً في هذا السوق يعني في عام 2017 من 2017 سامسونج تفوقت على جوجل وتفوقت على أندرويد وير في سوق الساعات وهذا الكلام من زمان من 2017 وهم متفوقين مو شي جديد بعد فما بالك بالآن مع الوقت ومع السنين تايزن أصبح ذلك النظام الناضج اللي فيه تطبيقات أكثر أداءة أفضل بطاريتها أفضل بينما أندرويد وير بالعكس وضعك قاعد يسوء الشركات صارت مع الوقت كل شركة ما تبغى أكثر وكل شركة تطلع على بديل والشركات صارت تهرب وتبتعد عنها بل حتى المستخدمين صاروا يهربون عنها وهذا اللي خلى بنهاية المطاف جوجل تبطرنا تروح تشتري فيتبت الآن لأخبارك جديدة بأن سامسونج راح تطلق ساعة جديدة في 2021 هي واتش فور وللأسف بيكون فيها نظام أندرويد وير كيف وصلنا إلى هنا؟ خلينا نفكر فيها نأخذها بالمنطب إذا كان أنت عندك نظام خاص فيك تتحكم مميزاتها بتحديثاتها تضيف الميزة اللي تبغاها في الوقت اللي تبغاها وتتجه لمنافسة السوق بالطريقة اللي تبغاها وتكون لك أولوية والنظام الناجح ومنتشر بالفعل وله تطبيقات ودعم كويس أداء رهيبة طريقة رهيبة ليش تروح ترميه وتأخذ النظام أقل شهرة منه والناس موحابينه والشركات قاعدة تهرم منه وحتى حصة في السوق أقل من نظامك لا وفيه نواقص حتى الخصائص اللي يدعمها في نظامك ليش ممكن لا وبعد ما تتحكم بالنظام وما تتحكم بالتحديثات والواجهة مثل نظامك الخاص أنا الآن طرحت مجموعة من الأسئلة تحتاج إجابة إذا تقدر تجاوب على هذه الأسئلة فهذا معنات أنه الخطوة منطقية بس إذا ما تيرتجاوب فهي نهي المشكلة وبالفعل كثير من هذه الأسئلة ما قدر أجاوب عليها طبعا أكيد شركة مثل سامسونج رح تعطيك مجموعة من الأعذار ليش هم استخدموا أندرويد وير بيجي يقول لك بأنه التطبيقات بتكون أفضل بيكون فيه تواصل أفضل مع جوالاتنا وإلى آخر من الأعذار طيب ما هو أساسا كان فيه تواصل كويس بين تايزن وأندرويد وطيب وشو وضع كان السنين الماضية؟ نحن جربنا كان وضع مرة كويس بواقع الأمر فيه تحول بالعلاقات بين سامسونج و جوجل بدأ خلال السنتين أو السنة الأخيرة وخصوصا بعد ما صارت مشكلة هواوي واللي هي ماسكة حصة كبيرة من أندرويد عندهم أكثر من 700 مليون مستخدم جوجل اتفقت مع سامسونج أنه رح تدعمها وراح تقدم لها كثير مميزات مقابل أنها تدعم أندرويد يعني يا سامسونج بنعطيك جزء كبير من حصة هواوي غالبا هذا هو اللي قاعد يصير طيب أيش المقابل؟ المقابل أنه تدعمون نظامنا تدعمون خدماتنا وتهدون نفسكم شوي الآن هذا هل رح يفيد سامسونج؟ نعم رح يفيدها ماديا ونعم رح يفيدها بالوقت الراهن لأنه خلال السنوات الماضية سامسونج خسرت المركز الأول في سوق الجوالات لكن رجعت مؤخرا كان ممكن أنها تستمر بخسارات أخرى كان ممكن أنها تستمر بخسارة سوق الجوالات وكان في أخبار سلبية كثير لكن بهذه الطريقة سامسونج رجعت كسبت السوق مرة ثانية بس السؤال هل راح تكسب على المدى الطويل؟ خلوني نشوف طيب قبل أن نجاوب هذا السؤال إيش اللي جوجل تبغاه من سامسونج؟ إيش راح تسوي تبغى أشياء سامسونج تسويها؟ أول شي جوجل قاعد تطلب سامسونج أنها تستغني عن أهم منافس لنظامها واللي هو تايزون وتتوجه إلى أندرويد وير وهذه خطوة صراحة أتمنى أنها ما تصير الشي ثاني جوجل راح تتوجه إلى أنها تطبق نفس الشي على كل خدماتها الثانية الخاصة بسامسونج مثلا تبغى سامسونج تستغني عن بيكسبي لأنه ينافس مساعد جوجل الصوتي وما تعرف يمكن يتفوق مع الوقت وفوقها تبغى تقتل متجر سامسونج أيضا اللي هو موجود بجوالات سامسونج ليه؟ لأن جوجل ما كانت مهتمة لموضوع متاجر مختلفة السنوات الماضية بس بعد حركة هواوي فجوجل أكيد أنها ما راح تخاطر ما راح تعطي الفرصة لأي شركة من شركاءها الكبار أنها تكرر تجربة هواوي فبالتالي نعم حتى المتجر راح تخلي سامسونج تستغني عنها وقيس عليها أي خدمات أي تطبيقات خاصة بسامسونج تنافس جوجل راح جوجل راح تطلب من سامسونج لأنها تستغني عنها مقابل أن جوجل تدعم سامسونج بحسب مصادر وكالة بلومبرغ جوجل وعدت سامسونج أيضا بتعويضات مادلية تجاه هذه الاتفاقية وما تدري بعد وشوعدتها لكن الأكيد أنه سامسونج ودها تستفيد من هذه الاتفاقية على أساس تحصل على حصة هواوي وتحصل على أو تحسن وضعها المادي وبسوق الجوالات حاليا خصوصا بعد ما نزلت عقوباتها على هواوي لكن ليش ما ودي يصير أنا لو كده نرجع خطوتي الوراء وناخذ نظرة على الموضوع هل جوجل راح تتوقف هنا؟ ما أتوقع سامسونج قبل سنوات قررت أنها تسوي هذه الخدمات الخاصة فيها على أساس تتميز عن السوق يكون عندها الإيكو سيستم الخاص فيها وتقدر تتحكم أكثر بأجهزتها صحيح سامسونج راح تستفيد حاليا راح تستفيد حصة في السوق راح تستفيد أنها أيضا ترجع وتمسك السوق وتستمر لفترة أطول أنها بالمركز الأول وراح تستفيد ماديين لكن السؤال هل المنافسين الخاصين فيك راح يسوون نفس السياسة ولا راح يحاولون يتميزون بخدمات خاصة فيهم؟ لا اللي قاعد ينشوف أن الكل قاعد يتحاول يتميز بإيكو سيستم خاص فيه حتى هواوي على سبيل المثال صحيح واجهة عقوبات لكن الآن هي رجعت للخلف بدأت تبني منصة خاصة فيها أجهزة بنظام مختلف متكاملة تترابط مع بعضها البعض وبعدين راح ترجع للمنافسة بشكل مختلف وبقوة فلا ربما أني قاعد أشوف نعم سامسونج راح تربح على بشكل مؤقد في الفترة حالية لكن إيش راح يكون وضع الفترة مستقبلية؟ هذا هو اللي غريب من ناحية ثانية يحزني كيف أن جوجل تستمر في احتكار السوق سبق وسويت قبل سنوات فيديو يتكلم عن جوجل اللي احتكرت السوق كيف قدرت مايكروسوفت، بلاكبري، أوبنتو ومنصة جوالات أمازون الجديدة وأي منصة أخرى فيها مجرد احتمال أنها تنافس جوجل ولان بعد بروح كل هذه السنين ما تغير شيء بل بالعكس ما زالت جوجل تستمر بنفس السياسة وما زالت احتكار السوق وما زالت تحاول توقف أو تقتل أي خدمات منافسة بل أنها تطورت ووصلت مرحلة أنها تتدخل في خدمات شركائها وتحاول تقتلها زي بيكسبي، زي متجر سامسونج وزي كل الخدمات اللي قادرين نتكلم عنها الآن فحتى أن الشركات يستخدمون أندرويد قاعدة جوجل تحاول أنها تقصقص أجنحتهم جوجل بدل ما تحاول تطور النواقص في نظامها أندرويد جاءت تركز على قتل أي منافسة في السوق في أشياء كثيرة في أندرويد نحتاج أنها تتحسن نحتاج حلو مشاكل جودة تطبيقات نحتاج حلو مشكلة تحديثات اللي لو فيه مشكلة أمنية ربع الناس يوصل لهم التحديث بدري والباقي ما عارف كم يقدون سنوات أحياناً وما ننسى المتاجر أو المتجر فعلياً الخاص فيهم اللي هم قاعد يوافقون على أي تطبيق يدخل فيه بدون ما يدقون فيه وبعدين يكتشفون أنه ملايين الأشخاص حمله وطلعت ضارة كل نظام فيه نواقص بس جوجل بدل ما تشتغل فيه نواقص خاصة بنظامة جاسة تحاول تقتل أي منافسة حتى مشركها في السوء للأسف هذا الوضع اللي قاعد يصير علوني رأيك بتعليقات هل ودك أنه فعلاً سامسونج تستغني عن خدماتها لصالح جوجل هل تشوفها خطوة ذكية أم لا أم فيها مخاطرة كبيرة أنا دائما أشوفك الفيديو القادم إن شاء الله ومع السلامة